بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا النهاردة يوم الحد نتكلم فيه ازاي نقدر نرفع مستوى التوافق عشان يوصل للسعادة في البيوت واحنا عندنا حاجات صحيح في اوقات كتيرة بنحاول نتحاشى ان احنا نتكلم عنها بس انا لازم نتكلم عنها لان هي في الحقيقة بتبقى مزعجة في بيوت كتيرة انا النهاردة هتكلم على مفهوم نحتناه كده عشان نقدر نتكلم عن الموضوع اللي احنا نتكلم عنه هو مفهوم تلويس الاسرة تلويس مفهوم الاسرة ان مفهوم الاسرة يتلوث ممكن مفهوم الاسرة يتلوث باشياء فيها حصر الاسرة في مفهوم مش هو بس المفهوم اللي موجود عندنا وممكن مفهوم الاسرة يتلوث بحيات بنضفها الى حياة الحياة الاسرية فتخلي الحياة الاسرية فيها قدر كبير من الاحساس بالوحلة بنفس التعبير اللي بقول لكم عليه ده احنا نتكلم عن حاجتين بشكل واضح وبشكل أساسي احنا عارفين ان احنا عندنا أنواع كتيرة للحب لكن ان احنا نحصر الحياة الزوجية في الحب الجنسي مش هو دوت معنى اللي أردناه في مسألة وجعل بينكم موادة ورحم الحصد ده يعني ايه؟ يعني الناس في بعض الأحيين بيبقوا كل اللي هم عايزينه من جواز هذه المسألة فيللي يحصل؟ فيحصل مشكلات كتيرة فالحب اللي في قولي تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم موادة ورحمة عمره ما بتلخصي في الإعجاب الزكوري والإعجاب الأنثوي يعني الإعجاب الزكوري بالأنثى والإعجاب الأنثوي بالذكر ما بيتلخص في ده أبدا وإحنا معتقدين إن ده في الحقيقة هيخلي حالتنا مش كويسة وإن كان بعض الناس بيفتكروا إن دوت اللي هيجيب لنا السعادة وده اللي هيخلينا مبسوطين وهايخلينا مرتاحين وعندنا حالة من الحالات اللزة والسعادة في الزوجية وتبقى المشكلة في مركزية الحب الجنسي إيه بقى؟ احتمالية التعدد ليه احتمالية التعدد؟ تعدد الألاقات يعني إذا الواحد ما انبسطش ونعم تتعدد الألاقات الجنسية ويكون المصدر ولا تعدد والتنوع ده إن أنا ما حصل ليش توقعي الجنس اللي أنا كنت منتظره أنا محتاج شكل معين وساعات يلاقوها يلفوانا كده في ورق سيلوفان في مركز الإرشاد الزواجي لما يجونا في كلسات الإرشاد الزواجي لما يجونا ويقولوا والله أنا ما لقيتش الاهتمام الكافي بيه وهو قاصد إنه حصل له عدم إشباع أو حصل له إهمال جنسي ووقات التعدد ده بيكون نوع من أنواع جذب اهتمام شريك الحياة تخيل شوف التلوث بيحصل إزاي أهم أنا ماشي واحدة واحدة ماشي في الزواج اللي مفروض يكون سبب للعفة بعض الناس بيخليه سبب لعدم العفة تعالوا كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإذن الزواج باب من أبواب العفة لكن بعض الأحيين بيبقى الزواج اللي هو مركزيته لحب الجنسي سبب لتعدد العلاقات وساعات في الحالة دي الشخص يقول لشريك حياته أنا موجوعه وعايز أعترف لك بزنب لما بقى تتعدد العلاقات سواء بقى كان شريك الحياة ده هو الزوج أو الزوجة وتتعدد علاقاته فييجي لشريك الحياة وخاصة في جلسات الزواج اللي احنا بنقول لهم إن الجلسات دي جلسات سرية والجلسات دي كمان جلسات لازم تكون تلقائية فبيظهر في الجلسات دي أشياء ما بينفعش يقولها فبيعترف له إنه عمل حاجة مش هترضيه ويعترف لشريك حياته إنه هو والله أنا حصل علاق وهو قصد يعمل إيه قصد يثير غيرة شريك حياته وكان الأولى إنه هو يستر على نفسه وما يتكلمش في ده بس الأسف ومفهوم القصة تلوس لأنه عايز شريك حياته ينجذب إليه ويهتم بيه فيبتدي يقوله كده عشان قال إيه كده بيحفزه عشان يهتم بيه والراجل لو بيعمل الكلام ده كتير إيه اللي يحصل ساعات يعمل إيه يعمل حركة كده معروفة يسيب التليفون كده يسيب التليفون ويشيل بسورد من عليه عشان زوجته تشوف الرسالة اللي جاية له من حد تاني قال إيه الرسالة دي هتحرك قلبها فهنا لازم يحصل رحلة لتغيير مفهوم الأسرة كده الأسرة تلوست بمفهوم اللزة والمتعة ما بقتش الأسرة هي أسرة القيم وحصل انتكاس في مفهوم الأسرة والزواج بدل ما الزواج كان هو القيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فأصبح الجواز بيتحرك بالأساس على المودة والرحمة عشان يحصل السكينة لا هنا بقت العلاقة الجنسية مش بتتحط وبتتغمس في القيم بقت كده هي عبارة عن لزة ومتعة وبس نعم هي متعة حلال لكن ملاهاش دعوة مش موصولة بقيمة الرحمة والسكينة والمودة وهي سعاد بتقول هو ما يعرفنيش غير علشان أنا آسف يعني عشان مزاجه ده الكلام اللي بتقول أنا كل حكاية ما لقيتش حد بيهتم بي وأنا عايز أحس أن أنا امرأة امرأة مش بس جسد أنا بتكلم لما يحصل التلويس لمفهوم الأسرة من الجهتين أنا بسميه تلويس من بعض الناس الكلام ده وتعندهم مبرر وهنا بقى بيزهر المعنى الصحيح اللي دايما بنأكد عليه المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أشده على الرجال من النساء حاشا أن حضرت النبي يكون عايز يشيطن المرأة لكن المفهوم الصحيح اللي احنا فاهمينه أن حضرت النبي ببين تأثير الجنسين على بعض وكانه بيقول ما تركت فتنة أشده على الرجال من النساء وما تركت فتنة أشده على النساء من الرجال فبتحصل دائرة الافتتان هنا فتحول الرجل يفتن المرأة والمرأة تفتن الرجل بدل ما كان الجواز تحصين للفتنة بقى الجواز بيكون تسبب في الفتنة لكل ده وساعات الزوجة تقول لزوجة لما مفهوم الأسرة يتلوث لو تكون هي لسه ما وقعدش في دائرة الافتتان تيجي تقوله أنت مش خايفي أننا أعمل كذا أعمل زي ما أنت بتعمل وكويك بنفس الوجع وبنفس النار اللي أنت كوتني بيها وعشان كده أنا شايف أن الحقيقة أني إحنا لازم نخرج من ده وأن الحقيقة لازم نفصل ما بين الشخص والزنب عشان نقدر نتعامل مع هذه المسألة ولازم نخرج من هذه البركة من الوحل ده شكل من أشكال التلوث فيه شكل من أشكال التلوث كمان بيجي للأسر كمان لما الأسرة تتلوث بمسألة المخدرات يعني إيه؟ يعني الأسرة في بعض الأحيان مع مركزات الحب الجنسي ساعة الأسر كمان بيجي معها المخدرات فساعة الزوج يتعاطى المخدرات ويقنع المرأة ويقنع الزوج أن يتتعاطى المخدرات كمان ويبقى فيه للأسف في جلسة للتعاطى المخدرات ويحصل بقى هذا التلوث لمفهوم الأسرة ويشوف الأولاد هذا التلوث كثير من الحالات اللي بيحصل فيها تلوث مفهوم الأسرة أو بيكون ظاهر فيها المفهوم الزواجي المنتكس ده المنتكس اللي هو المفروض نأتي من القيمة إلى اللزة والمتعة فتبقى اللزة والمتعة مش مقصودة في ذاتها لكن إيه اللي حاصل؟ ننتكس بقى فنسوء روح لللزة وبس بنلاحظ أن أصحاب الناس ديت اللي حصل لهم انتكاس في مفهوم الزواج ده أصحابها عندهم فقد المرجعية ما عندهمش حد يرجعوله واحد عاش من غير ما حد يدي له الأمان المتعلق بمسألة القيم مثلا حد فقد الوالد أو الأم اللي هي رمز للحلان فيحس أنه بيصارع الواقع والمجتمع فما فيش مانع أنا آسف يعني إنه طلع لسانه المجتمع بيقوله ما أنا مش مهتم بأعرفكم ولا قيمكم بس على فكرة ده مش قيم المجتمع ده قيم الإنسان إن الإنسان يحترم نفسه ويحترم ذاته ويحترم الأسرة التي هي قيمة وعشان كده ما قدمهش غير إنه هو يصارع من أجل اللزة ويحصوا على اللزة بأي طريقة لأن مصدر القيم بتاعه ما وصلوهش وساعات الموضوع بيشتد خطورة لما تبقى جلسات المخدرات في البيت وكمان بيخلي مراته وأولاده يتعاطوا معاه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي أنا عايز أقول لكم هنا وهنا صحيح لحالة التلويس دي أنا تكلمت فيها بس تعالوا نتكلم بقى على مسألة الرعاية الرعاية اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن الرجل وعن المرأة قال لكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي كلكم الرجل راعي في بيته الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة ورعيتهم في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها الرعاية يا سادة لأهل بيتك لزوجتك والأولادك والزوجك وأولادك مش معناها بس ان انت تمنعهم ان هم يروحوا ان انت اذا هم وقعوا في الضياع وقعوا في المخدرات تحاول تعالجهم لا 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 الرعاية تلت مستويات المنع والدفع والرفع فالرعاية مش بس لو حصل حاجة لو حصلت مصيبة احاول ادفعها الرعاية تبدأ بالوقاية بالمنع المسألة مش ان اولادي ما يشربوش مخدرات لا مسؤوليتي اهم واقوى من كده ان هم ما يحاولوش يقتربوا من المخدرات ويعتبروا ان المخدرات دي شربها جريمة وكبيرة ويعتبروا ان العلاقات المحرمة دي حاجة لا انسانية لان الانسان لما بيقع فيها بيفقد نور الايمان اللي في قلبه ونور المحبة الربانية ونور الوصل الرباني يبقى الدفع لو حصل وعالجت المشكلة والرفع ده ان انا اشيل اثار هذه مشكلة لكن احنا لازم نبدأ بايه نبدأ بالمعنى يا سادة الاثار اللي بتكون وخيمة جدا 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 من شرب المخدرات على البيوت بتدمر البيوت وعشان كده المستوى الاول للرعاية وهو المعنى لازم اعرف اولادي واعرف البيت اني مش ممكن يكون ابدا اللي حصل مننا ده وتممكن يكون صحيح نعمل ايه بقى لو تلوس البيت الجلسات دي بتبقى مليانة بالاشياء السيئة وعلى فكرة انا بتكلم عن حاجة وقعية بتكلم سعيدة الجلسات دي تبقى جلسات مخدرات تبقى جلسات شرب خمرة تبقى جلسات كده هنعمل ايه في البيت اللي تلوس ده البيت مش تلوس بس بالخمرة اللي هي نجسة وبالمخدرات اللي هي كمان حرام ولا بالعلاقات المحرمة اللي هي حرام لكن البيت مفهوم البيت بقى فيه مشكلة طب دي مشكلة ما لها حل لا ليها حل في الحالة دي احنا محتاجين شوية إجراءات في الحالة دي لازم نبقى محتاجين فيها علاج زواجي علاج زواجي يعني حد يتدخل ويحاول بقدر الإمكاني يغير مفهوم الزواج عند الزوجين ويعمل لهم جلسات متواصلة عشان يتغير ده بس أهم حاجة في الزوجين ان هما محتاجين بشكل واضح لما هو يتجهوا إلى علاج لازم يكونوا عندهم إرادة ان هما ينقوا الأسرة من اللي هو فيه ده ولذلك لازم ببساطة خالص لازم يكون فيه مصارحة ان احنا عايزين نخرج من هذه الوحلة ويكون اتفاق من الاتنين ان احنا نخرج من الوحلة دي ويحصل لهذا التوافق ونتوقف عن الاتهامات المتبادلة انت كنت السبب وانت كنت السبب الوحلة دي لازم نخرج منها اذا كنا عايزين نكمل مع بعض لازم نخرج من الوحلة دي يبقى اول حاجة لازم يكون فيه اعتراف مننا تاني حاجة لازم نتوقف عن الاتهامات المتبادلة ان احنا عندنا قانون في المشكلات الزوجية ان اي مشكلة زوجية سببها الطرفية فنحن لا نبحث عن السبب في وقت الازمة نحن لا نبحث عن السبب ولكن نبحث عن الحل في المشكلات الزوجية لما بتتأزم احنا بنحس على السبب بنبحث عن الحل مين اللي هيكون حل تلت إجراء التوبة ولازم تكون التوبة مع تيقن أن الله سبحانه وتعالى جعل نداء خاص لأصحاب هذه الوحلة اللي هم في الحقيقة مش أزوا نفسهم بس أزوا نفسهم وأزوا زوجاتهم وأزوا أزواجهم وأزوا أولادهم كمان عندهم نداء من الله سبحانه وتعالى والنداء ده تكشف أن ربنا سبحانه وتعالى هيفتح الباب ويخسل لهم البيت ونوقيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلازم إحنا بنتوبة عندنا هذا اليقين إن البيت ده تيتطهر ويتنق خامس حاجة لازم نعرف إن ربنا مش هنتعامل معاه بالبيزنس إنه هو إن أنا حاول أقدم لربنا سبحانه وتعالى مجموعة من الأشياء عشان يغفر لي لا الله سبحانه وتعالى يستني ويغفر لي من غير سبب والله سبحانه وتعالى ما جعلش العطاء وما جعلش الرحمة للطاهرين بس لا جعلها للكل وعشان كده أنا لازم أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هيسترني وكمان هيداو البيت ويغير البيت ويرجعه تاني مرتان للحياة لازم فيه إجراء خامس كده إن أنا لازم أرد الكرامة كل واحد فينا يحس إن التاني كريم مكرم من الله سبحانه وتعالى يعني هي كريم مكرم عند الله سبحانه وتعالى إن الأفعال اللي عملها دي أفعال كريهة سيئة خبيثة بس نفسه ما بين المعصية والعاصي لو كنا عايزين نرجع لبعض لازم نفسه ما بين المعصية والعاصي وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال له إيه قال للراجل اللي شرب الخمر زي أصحابنا اللي بشرب المخدرات قال له إيه قال له ببساطة لا تكون عالا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله لو بيحب الله ورسوله هيرجع ويسيب ده لو بتحبوا الله ورسوله سيبوا ده وارجع عشان تطير بيوتكم جراء السادس والمهم إن احنا نبتدي بقى ندخل في حوار بشكل دوري مع بعض هذا الحوار يكون عاون إن احنا ننتقل من الأنا اللي خلتنا نعيش في اللزة ونعيش في المتعة بعيد عن بعض في تلويس للأسرة ونروح لنحن نروح وإحنا الاتنين مع بعض ونبتدي ندعم ده كمان بأعمال جمعية في الخير والتصدق ونصلي مع بعض قبل النوم حتى ونعمل كل الكلام ده وده هيبقى شيء مهم جدا وكمان نازم يبقى عندنا النشاط بنعمله مع بعض نمشي مع بعض نتكلم مع بعض نخرج مع بعض على الأقل مرة في الأسبوع عشان نقدر نرجع مرة تانية إلى مفهوم الأسرة الحياة دي على قد ما انتوا شايفينها بسيطة لكن الله سبحانه وتعالى علمنا القانون إيه القانون لا تحقرنا من المعروف شيئا حضرت النبي بلغنا عن مولانا نحن لا نحقر من المعروف شيئا لماذا؟ لأن الصدق قبل أن تقع في كف الفقير تقع في يمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه وحتى تصير كالجبال تعالوا نسير في طريق تطهير البيوت من هذا التلويث اللي بيحصل له لأن في الحقيقة البيوت لم تخلق إلا للنعمة البيوت لم تخلق إلا للنور البيوت لم تخلق إلا لنظر الله إليها البيوت محل للطهر وكثير من الناس بيرجعوا بيوتهم عشان يتغسلوا من الهموم ومن الغموم وكمان من الزنوب فلازم بيوتنا كمان تكون محل للطهر وكل واحد فينا يعرف أن البيت محل نظر الله سبحانه وتعالى لأنه هو اللي قال لنا وجعل بينكم مودة ورحمة لازم نشوف يمين الرحمن في بيوتنا عشان نقدر نخرج من كل معصينا وكل زنوبنا ويرجع البيت طاهر مقدس كريم وأهلهم مكرمين يا رب أعيننا وأنت الكريم وأنت الودود على أن البيوت تفضل محل نظرك ونفضل يا مولانا نتلقى مددك وخيرك وبركتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من خصص لا وقت عشان نجاوب عليها وتفضل جسر بيوصلنا بمجالس النور ومحل نظر مولانا سبحانه وتعالى والذكر في الملأ الأعلى خلينا نتلقى أول سؤال عندنا النهاردة في حلائتنا من أستاذ أحمد من الفيوم أستاذ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله تفضل فأنت بعد إذن حضرتك كلام حضرتك في التوعية الدينية عن وعي الأسرة كنا عايزين نبتلق أجيال اللي طلعها والاهتمام بمادة التربية الإسلامية في المدات والبركة في المشايخ الأزهر والتوعية المستمرة حضرتك من المشايخ الأزهر للجيل الصاعد وفي نفس الوقت يكون فيه زي مجال مفتوح عن طريق التواصل الاجتماعي لحل المشكلات أو تفهيم الشباب مسؤولية الزواج وتربيته وفي نفس الوقت لتربية أجيال طالعة لكي تكون مصر آمنة ومستدامة ولكي لا ينحرفون تحت التواصل الاجتماعي والإرهاب الاجتماعي طيب حاضر ده مطلب لطيف وأنا بس عايز أقول لها لكن فيه جهود كتيراً في مؤسسات كتيراً من مؤسسات الدولة في مسألة تأهيل المقبنة على الزواج أنا أظن من أسبوعين أو من ثلاثة أنا عرضت جهود در الإفتاة المصرية في مسألة تأهيل المقبنة على الزواج وإزاي عندهم دورات وإزاي عندنا دورات الدورات دي بتكون للمقبنة على الزواج سواء كانت الدورات دي مباشرة أو كانت أونلاين عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق كمان كل الوسائل اللي ممكن ننصل بيها وهناك مشروعات للحفاظ على العسل المصرية وتنمية العسل المصرية بس خلينا أقول لحضرتك حاجة أستاذ أحمد أنت بتكلم دلوقتي في حاجة بتتعلق بالملف الوعي وخلينا أقول لحضرتك أن الوعي في الحقيقة الوعي صناعة ثقيلة والوعي ضرورة حياتية الوعي أنا أحس أنه هو أكتر من فكرة اللي هو أمن قوم الوعي فكرة أنه ما ينفعش نعيش من غير وعي أنت عارف مسلس حضرتك كلمت عن التنمية مسلس ابتلاع التنمية بيقوم عليه القاعدة بتاعته هي انخفاض الوعي عندنا في مصر هي انخفاض الوعي والحاجة التانية هي التطرف والحاجة التالتة هي الزيادة السكانية ده اللي بينتهم التنمية في مصر وعشان كده إحنا محتاجين كله يتضافر أنا عندي شوية قواعد تتعلق بالوعي منها مثلا ما فيش حد بيحتكر الوعي الوعي مش بس عيقوم بيه رجال الدين بس الوعي محتاجين وعي في كل حاجة محتاجين وعي في الطبيب الطبيب كان عندنا اسمه حكيم زمان لأن الطبيب ما كانش بيطبب بس قبل ما بيطبب كمان كان بيتعامل مع فكرة الوجع الوجع اللي هي أبعد من الألم فاحنا محتاجين بقى نتكلم عن كل ده الناس ما بقاش المرض عندها فقط بيقلمها كان كمان بيوجعها لأنها كمان المرض بيرتبط بأشياء اقتصادية وأشياء مجتمعية احنا محتاجين وعي أنا باقترح على كل كل حد بيخرج ناس يقوم بعمل مهني وعمل إنساني لابد إن هو يأهل الخريج بتاعه لمدة ستة أشر على أقل عشان يبقى عنده وعي وعي هو يعمل إيه الطبيب هو يتعامل مع بنا أدمين مش هيتعامل مع أجساد فقط هو يتعامل مع بشر فلازم يبقى عنده وعي إزاي يتعامل مع البشر إزاي يقول لهم لو كان في مرض صعب إزاي هيوصلوا إن المرض الصعب ده مش نهاية المطاف وإزاي ما يأثرش على نفسيته إزاي الشيخ أو الإمام إزاي يبقى عنده وعي إن هو بيتعامل مع قضايا تتعلق بالبيوت بيتعلق بالأعراض بيتعلق بالدماء بتتعلق بحياة الناس هو كمان لازم يتأهل كله لازم يبقى عنده وعي الوعي في الحقيقة مش بس التعليم التعليم مصدر للوعي لكن الوعي أبعد من كده الوعي هو لما تكون فيه معرفة جاهزة إن إحنا نعيش بيها إحنا محتاجين كلنا نتضافر محتاجين كلنا نتحالف من أجل الوعي فأنا أشاكر لحضرتك الكلام إحنا محتاجين لهذا الكلام وبالذات في ملف الأسرة ملف الأسرة هو ملف على أولويات ملفات الوعي في الفترة حالية في مصر مش بس في مصر أنا كل ما أروح في حتة ألاقي عشان بس ما عادش في تكر إن إحنا مشكلة الزواج والطلاق بس هي مشكلة لا موجودة في كل حيات بس بأشكال مختلفة وبدرجات مختلفة وبمداخل مختلفة معنا الأستاذة فاطمة من المنصورة أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك تفضلي أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك تفضلي فأنت حضرتك أنا بس يعني عايزة أتكلم عن لسان مشكلة عن لسان أخوي يعني طيب آآ الحياة الزوجية دلوة بين مراته وبرعا إنه هو اتنين يعني واحد وصحبه متجوزين مش إنه هو متجوز بتتعامل معا إنها على إنها أنسة معاه إنه هو مثل بتعامل على إنها صحب آآ تشوف متطلباته لأ انزل إنت جيتم الشغل من غير غدا ينزل يروح يفكر مثلا تكتب بيكمل بقية اليوم آآ على طول مشاكل على طول نقارة على طول إنه هي مثلا لهو قالها كلمة طاف قصاده نيد بالنيد آآ اتعانده آآ بتدار على إيه اللي دايقه تانينه وهو تفطرته أنا مش مش لصالح أخوه يا صراحة يعني بس أنا باتكلم يا أنت لصالح أخوكي ما أنت لصالح أخوكي مش عايزة الأمور تمشي أستاذة أستاذة فاطمة أنت قال لصالح أخوكي ودهت ودهت في الحقيقة مش عيب لكن أهم حاجة أنت لصالح أخوكي المرأة اللي هي في بعض الأحيان إيه اللي بيخليها كده إيه اللي بيخليها واحد صاحبه اللي هو في الحقيقة بيروح رامي عليها خليه بس تكلم بصراح يروح الراجل الرامي عليها إن هي تربي وتقوم بدور الأب والأم فشوية عشان هي بتتعامل مع مراهق والمراهق ده محتاج أبوه بشكل كبير جدا فتضطر هي تخشن في صوتها وتبتدي تتعامل بطريقة تانية عشان تاخد دور الأب كمان فالأدوار الكتيرة دي ساعات بتنسي الست إن هي ست تبدأ خطأ الرجل لا خطأهم أمم الاتنين خطأهم أمم الاتنين أنا لا أبرئ اللي اتنين من هذا المرأة لكي تحتفظ بكونها أنثى وامرأة لابد أن تجد رجلا يقول لها أنها في عينه أميرة والرجل لكي يظل يمارس جولته ويبارس أعماله بكل جهد في البيت لابد أن يجد امرأة تقول له بأنه بطلها فالاتنين محتاجين بعض الاتنين محتاجين يمتنوا البعض فأنا شاكر لحضرتك أن أنت أثرت الكلام دوت أيوة والكلام اللي حضرتك قلت عليه لما بيجونا في الإرشاد الزواجي بنبقى عارفين إن وراء البعد ده وراء الجفة ده القضية اللي احنا تكلمنا عنها أن قضية العلاقة الخاصة دي هي الحضر الغائب اللي احنا لازم نتذكر الناس بيه دائما يا جماعة الخير هذه مسألة مهمة في البيوت فلابد أن تكون مغموسة في القيم مغموسة في المحبة مغموسة في الراحة مغموسة في السعادة هناك رجال هي جائزتهم فقط يا العلاقة الخاصة مش هو حصل الأمر ده فيه فرق ما بين الجائزة وإنه حصل الأمر ده هو بيتعب ويشأه ومحتاج إن حد يعبره بالحب عنده وأنا أظن إن حدك بتقولي لي كده بتقولي لي إن هي مش مهتمية بنفسها ومش مهتمية بيه هي كمان محتاجة إن حد كمان يحس بالأدوار اللي هي بتقوم بيها يعني أنا لما أروح لها تقوله أنا أجيب منين وقت منا عايشة في طحونا وأنا ما بحبش إن الرجال يستخفوا بأعمال البيت ولا يستخفوا بتربية الأولاد ده إذا كنا وإحنا نفرق كده عن الكلام وإحنا برب أولادنا ولا بس بنرعاهم يعني أنا أحس إنه نحن بشتغل طفاية حريق ما مش بربهم وإذا التربية دي محتاجة فكرة تانية محتاجة تأهيل إحنا كل الحكاية بنحاول نخلي أولادنا إيه اللي حاصل ما يضعوش لكن إحنا بنربيهم يعني يعني بنبنيهم وعشان كده هنبنتجي حلقات يوم التلق يوم اللي اتنين عشان نساعد بعض إن إحنا نساعد أولادنا ونبني أولادنا ونستثمر فيهم فعشان كده لو أنت بتسأليني هما الاتنين محتاجين يعودوا مع بعض هما الاتنين محتاجين يتكلموا مع بعض بلاش التراشق عن بعض أنت لو عايزة تسأليني انصحيهم انصحي أخوكي وانصحي امراته إن هما يعودوا مع بعض ويتكلموا ويتكلموا حتى لو يقولوا كلام في أول مرة كلام يدق أو يقلم لكن هما محتاجين إن هما يتكلموا ومحتاجين إن هما يقربوا من بعض مش يبعدوا عن بعض مش محتاجين إن هما كل واحد فيهم يعاقب التاني بالبعد ده وقت مش حل ده يكون ده هو اللي بيحفر الخندق وده اللي بيحفر الفجوة اللي بتحصل بينهم كل يوم لازم حتى لو إذا عليهم من بعض يتكلموا حتى أنا بقول لهم كده تعودوا مع بعض نصف ساعة تتكلموا حتى لو السماء ما اضطرت وطت وكلاب يعني لازم تعودوا مع بعض لازم تعودوا مع بعض ليه؟ لأن انت لو ما قعدتوش مع بعض الابتعاد الجسدي بيسبب اتعاد قلبي فلازم نقعد ونتكلم مع بعض لو كانت يقيل علينا أول ان احنا نوفر نص ساعة نتكلم فيها لكن سهل جدا يبقى عندي ساعتين تلاتة قاعد فيهم متنكد نص ساعة اشتري اشتري ساعتك وساعت أولادك وساعت زوجتك بيها عوضوا مع بعض يعني انتوا بتسأليني ايه اللي يعملوه دلوقتي عوضوا مع بعض ويتكلموا ويستحملوا بعض ويصبروا لأنه ده الحل الأول في مسألة سد الفجوة اللي ما هو من بينه تتفضل أستاذ هبة من القاهرة أستاذ هبة أستاذ هبة أنت معنا أستاذ هبة لو سمحت تفضلي حاول تكلمينا مرة تانية معنا أستاذ فتحي تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ فتح السلام عليكم يا دكتور عم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك على ذلك يا رب الله يخلي دكتور عامر أنا عندي أخت لزوجها ابتدأ يجيله جلطات في المخ ربنا يا شفي يا رب أمين يا رب العالمين تأثر عليه بصفة مستمرة ما بقاش مركز ما بيأخدش باله من أولاده أواكد كلا جدا ما بيعرفهمش الحركة عنده ضعيفة المهم في الموضوع إنه هو زوجها بقاله حوالي 30 سنة ما كانش بيتبرع ملابسه لدرجة إنه هو دلوقتي الملابس تحته مليا دولدين وفيها الغالي دلوقتي بتاكت بتاعها هي عايزة تتبرع بالحاجات دي تتلوجه لها عشان يتحط في مزان حسناته فتفأله كل فترة إيه رأيك تتبرع بيها يقول لها لا استمد دلوقتي استمد دلوقتي هي عايزة تتبرع بيها في حياته أحسن ما يتبرع بيها بعد كده بعد ما يتوافها فمش عارف هي تأخذ برأيه إنه هو ما يتبرعش دلوقتي ولا تتبرع بيها السؤال دلوقتي وإن بادة سهل لكنه سؤال مهم جدا فيما يتعلق بمسألة الملكية يعني إحنا دلوقتي حتى صاحب الجلطات أو حتى صاحب الزهايمر الوقت اللي هو الوقت اللي هو متيقص فيه هو الوقت اللي إحنا ممكن نسأله عن تصرفاته المالية يعني ما نسأله في الوقت اللي هو مش متيقص فيه ولا مركز فيه فهو نصحتي إن هي تسأله في الأوقات اللي هو منتبه فيها نتصرف أو ما نتصرفش طب هي ليها إنها تتصرف في الحاجات دي لا ملابس الزوج ملكه يعني ملابسه هو ملكه لكن لا هو عايز تكلم على ملابسها هي بقى لا ملابسها هي ممكن تتبرع بيها هي لكن ملابسه هو لا هو اللي يتصرف فيها لانه مازال حتى الان له زمة مالية مستقلة يتصرف فيها طب احنا عايزين نتصرف في الملابس دي ويعني لما ينتبرع فيها بعد ان شاء الله ربنا اديه طورته عمره ان شاء الله يجمع له بين تمام الأجر والعافية احنا مش يعني مش هنتكلم على من بعد الموت لكن اهو بنقول اهو طب تعمل ايه تروح تستشيره في الأوقات اللي هو متنبه فيها هو ده الحكم الشرعي لكن لا تتصرف في ملابسه اللي هو يملكها بدون اذنه لانه هو مازال يملك هذين ملابس نعم استاذة اميرة تتفضل ايوا زي حدوث نعم وفضل الحمد لله دايما يا ربتي دايما تفضل انا كنت عايزة اكلم حضرتك عن والدتي ربنا ديها السحر هي والدتي يعني عبتنا احنا خمسة نعم ثلاث بنات ورجلين هي طلع عمرها شغالة علينا وتعبان علينا بصراحة وجوزتنا وكذا بس الحمد كتير عليها يعني انا والدي مش قادر ان هو يساعدها فهي حضرتك يعني تعبانة خاصة انها تعبانة والحملة عليها كتير ونصيتها بتتعب فانا انا عايزة حضرتك ان انت تدعيلها وان انت تقولها ان جزائها يعني ايه عند ربنا حاضر وان انت حاجات تدعيلها بعوتونك ويكين يعني حاضر باسمه الواسع ويوسع له في رزقه ويوسع له في حاله ويكشف عنه همه وكربه ويجعله في خير حال وينظر اليه بنظر اللطف والجمال يا رب العالمين والولدتك ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى هيجعل هذا رفعة في درجاتها ويجعل هذا وقاية لها من النار ويجعل هذا ويجعل هذا يكتب اسماءها من الابرار بحق ما براتكم وبحق ما احسنت اليكم وبحق ما جعلتكم هكذا بهذا العطف وبهذا الحنان ولتعلم ان الله سبحانه تعالى نظر اليها وهو الذي كان يقويها وهو الذي كان معه ومازال معها والله سبحانه تعالى اذا كان يحب فهو يحب العبد الذي يتقن العمل ويحسن العمل ويهو مش بس احسنة العمل ربنا سبحانه تعالى جعلها سبب لامانكم فهي بكل امان جعلها الله سبحانه تعالى توفره لكم الله سبحانه وتعالى سيؤمنها يوم القيامة وسيؤمنها في الدنيا والآخرة فإن شاء الله أمك دي في أمان الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله وربنا إن شاء الله يوسع لها ويجعلها في خير حال وإن شاء الله أنتوا تلات بنات إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلكم حجابا لها من النار بل يجعلها رفعة في درجاتها العلا إن شاء الله أستاذ ذاهبة رجعت لنا تفضلي أستاذ ذاهبة أستاذ ذاهبة تفضلي نعم وفاضل الحمد لله طيب بتسأليني عن ايه بتسأليني عن ايه بتسأليني عن ايه يا ستا زايبة يا ستا زايبة احنا ممكن بس نقطة التليفون وتسمعيني من التليفون لو سمحت حتى معي بنوطة الله انا استمع حضرت ما عليش انا كنت بس بقول لحضرتك وقت التليفون واسمعيني من التليفون لو تكرمت ماشي حول اتفضل يا حضرتك بتقولي ايه بتقولي انت معاك بنوطة انت عايزة طبع عايزاني اكلمه يعني لا انا خايفة مثلا اصطلق ومثلا يعني بنتي تتحرم مثلا من ابوها ولا كده اقول لحضرتك تعملي ايه حاضر اقول لحضرتك تعملي ايه في الاحوال لما في الاحوال اللي زي دي لما حد يكون الجزهة اكتشفت انه بيش بمخدرات او شيء من هذا القبيل اول حاجة لازم يبقى في وقفة يعني يا ما تعديش المسألة كده يعني دي مش من الاشياء التي يتغاضى عنها تاني كده هذا ليس مما يتغاضى عنه شرب الخمرة وشرب الحشيش اي شرب اي شيء بيخلي الانسان يفقد معنى الحياة طبيعية ويخلي حياته مش تحت اردته وتحت اختياره ده خطر لان ده بيخلي الانسان ده حياته تفسد وعشان كده احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين ببساطة حاجة سهلة خالص 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 ان احنا نعمل وقفة ونجلس ونتكلم مع بعض لازم نتكلم مع بعض وكلام واضح وصريح ان انا مش موافقة وده ما يعتبروش اي نوع من انواع النكد بالعكس ده نوع من انواع الحس فيه اشياء فيها حس ودوت مش نكد احنا مش هينفع نعيش كده يبقى اول حاجة كده تاني حاجة لازم تبدي ان انت مستعدة ان انت تقف بجنبه عشان نتخلص من المخدرات لو قال لحضرتك ان انا بعمل كده عشان متدايق قولينه نخلص الديق ده الحاجة التالتة والمهمة ان انت تدعيله في كل سجود في كل صلاة التالت حاجات دولا مهمين نعمل وقفة تبدي الاستعداد ان انت تشاركيه في خطة الخروج من المخدرات حاجة التالتة تدعيله كل حاجة فيها مهمة وما ينفعش نعمل حاجة واحدة منهم بس لازم نعمل التالتة نقف نساعد ندعي التالتة دولا افطر طريقة للتعامل مع زوج حاول يلوث نفسه بالمخدرات وللأسف التلويس دوت مش بيكون دخانه برا البيت للأسف دخان الحاجات دي بيكون جوه البيت يا رب اعيننا واجعلنا يا رب دايما في مددك واجعل بيوتنا قبلة للنقاء وقبلة للصفاء وقبلة للنور وقبلة للمدد اللهم اننا نسألك مددا لبيوتنا حتى تكون في حصنك حصن المودة والرحمة والجمال اللهم جمل بيوتنا كما جملت خلقنا واجعل بيوتنا يا ربنا بابا من أبواب السعادة ندخل بها على حضرتك ونعيش في مددك ونعيش في كرمك يا كريم يا ودود يا لطيف يا رب العالمين